هم الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم بحسب وصف الأمم المتحدة لما يلاقونه من عنة واستهداف مسلم الروهينجا بعد لجوءهم إلى بنجلاديش هربا من حملات الإبادة التي يشنها الجيش في ميانمار ترافقه عصابات المتطرفين البوذيين أصبحوا عبءا تحاول الحكومة البنجالية التخلص منه عبر ترحيل أكثر من مئة ألف لاجئ من مخيمات مدينة كوكسي بازار إلى جزيرة في خليج البنجال غير مأهولة ومعرضة للأعصير والفيضانة المتكررة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عارضت نقل لاجئ الروهينجا إلى هذه الجزيرة النائية معربة عن انزعاجها من الصور المتداولة أثناء عملية النقل وداعية السلطات البنجالية إلى احترام التزامها بأن يكون النقل إلى الجزيرة طوعية في حين أكدت أنها لم تشارك أو تحط علما بما يجري وأن معلوماتها محدودة جدا بشأن الظروف المعيشية في الجزيرة وصلاحيتها للاستيطان البشري أما حكومة بنجلاديش فيبدو أنها عازمة على إتمام خطتها لنقل اللاجئين وتوطينهم مؤقتا في الجزيرة بهدف تخفيف الضغط عن مدينة كوكسي بازار التي تعد المركز السياحي الأهم في البلاد والتي تأثرت سلبا بوجود نحو مليون ومئتي ألف لاجئ روهينجي بينما سكان المدينة لا يتجاوز عددهم نصف مليون نسمة في المقابل يؤكد بعض اللاجئين الروهينجا أنهم يفضلون البقاء في كوكسي بازار لكنهم سيمتثلون لرغبة حكومة بنجلاديش في نقلهم إلا أنهم يؤكدون أن مصيرهم النهائي لا بد أن يكون العودة إلى الوطن في ميانمار حديث رأت فيه الحكومة البنجالية فرصة لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على ميانمار من أجل إعادة الروهينجا إلى بلادهم وحمايتهم من حملات الإبادة بدلا من مطالبتها بإلغاء خطة التوطين التي تؤكد أنها مؤقتة